مع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع التظاهرات الشعبية في العراق والتي انطلقت في الاول من تشرين الاول 2019 تسعى القوى المدنية لعقد جتماع موسع لبحث الخطوات التصعيدية المقبلة اضافة الى الاستعدادات الشعبية لاستذكار التظاهرات التي ذهب ضحيتها نحو الف متظاهر واصابة ثلاثين الفا اخرين واعادت الامل للعراقيين باستعادة وطنهم بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق الايام الماضية شهدت تحشيدا من قبل الناشطين بهدف تجديد الحضور في الساحات والميادين لمواصلة التظاهرات الهادفة الى اسقاط العملية السياسية وميليشياتها واحزابها الفاسدة فيما افادت مصادر صحفية بان ناشطين وزعوا منشورات تحثوا السكان على المشاركة في تظاهرات ثورة تشرين وتضمنت المنشورات تحديد موعد انطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول القادم اضافة الى صور شهداء الثورة الذين قتلوا على يد الميليشيات والقوات الامنية هذه الخطوات تأتي ضمن استعدادات كبيرة ومستمرة منذ ايام في محافظات عدة للمشاركة في ذكر انطلاق الثورة المطالبة باسقاط العملية السياسية برمتها ولان ثورة تشرين اصبحت تشكل تهديدا لحكم الميليشيات التي تحتجز العراق بحسب صحيفة واشنطن بوست الامريكية فان بغداد تشهد اجراءات امنية مشددة وسط مخاوف السلطات الحكومية من التحضيرات لخروج تظاهرات مناهضة للعملية السياسية التقسيم العرقي والطائفي للنظام في العراق ادى الى تفشي الفساد واضعف مؤسسات الدولة وفقا لموقع جولف نيوز فقد تكون الشوارع هادئة اليوم لكن في تشرين الاول ستشهد تلك الشوارع مئات الالاف من المتظاهرين لاحياء ذكرى ثورة تشرين ما يعني ان العراق قد يكون على موعد مع احتجاجات غير مسبوقة تدعو لاصلاح شامل للنظام الفاسد